متابعين يا موفي وكل مكان متابع اليوم السابع أهلا بكم معنا النهاردة إحنا داخل كواليس مسلسل أعمل إيه ومعنا النجم الكبير خالد الصوي مساء الخير وألف ألف مبروك الله يبارك فيك يا أستاذ علي وأشكرك جدا أنا بتفايل بيك أنا عرفك من زمان ودائما بتبقى وشك حال وعلينا هو الحقيقة أن المسلسل المحقق نجاح كبير وحتى التقطيعات الصغيرة اللي بتنزل على صفحات القناة بتعمل رواك كبير وتعدي مشاهدات الملايين بس أنا قبل ما أسألك عرض الأفعال وهذه الحالة من النجاح اللي حصل عايز أعرف منك اختيارك للدور أو قبولك للدور يعني الدور مسؤولية كبيرة دور اجتماعي قبل أربع بنات بيحاول يعمل كل طاقته عشان يقدر يساعدهم ويقدر لهم اللي هم محتاجينه إيه اللي جذبك في الدور عشان تقدمه؟ الفكرة بدأت من اجتماعنا يعني أنا عدت أنا ومحمد الحناو المؤلف أحمد عبد الحميد المخرج محمد شفيق مدير التصوير إحنا أصدقاء من سنين وأنا عملنا مع بعض نفس المجموعة دي عملنا خاتم سليمان فالظروف ما شايتش إن إحنا نعرف نشتغل مع بعض فمجرد ما عدنا قاعدة واثنين وثلاثة كان خلاص الموضوع استوى بتعرفش الفكرة جات منين بس في الآخر بقى فيه تحديد للنهر اللي إحنا عايزين نمشي فيه يعني إحنا عايزينه في الحتة دي لأنه الشخصية دي زي عبد الله بتحطنا قدام نفسنا يعني هل إنت فعلا تقدر تلتزم بالحاجات اللي إنت تربت عليها ولا بقى الطبيعي دلوقتي إنك إنت تقول والله ده الصح بس إحنا مش ده اللي بنعمله طب الصح يهل اللي مش ده بنعمله وده مش معناه إن أنا مثالي ولا أحمد عبد الحميد ولا الحناوي ولا شفية لكن ده معناه إن إحنا نريد إن إحنا نكون بأقل قدر ممكن من الخسارة بساليين نفسنا يعني مش عايزين نخسر ما بكلمش على الخسارة طبعا المادية يعني بكلم على خسارة في الشخصية آه إزاي أنا مخسرش نفسي دي أهم حاجة كلنا نعمل غلط بس كلنا نفسنا نبقى كويسي بس تحضيراتك بقى للشخصية إحنا شايفينك دايما معاك العود وإنت أصلا يعني دي من ضمن هواياتك الكتير ما شاء الله وشوفنا قد إنت بتعامل مع أربع بنات بحنية وبلطف وداخل متشعب في مشاكلهم وكأن إنت الموضوع مش غريب عنك أو بتشوف نمازج للشابات في سن مرهقة وسن الطفولة فمتعايش معها فإحكيننا كده التحضيرات والتفاصيل دي بس وفيه آه في حاجة بتقول إنه آه فقد الشيء لا يعطيه بس أنا أخوي الله يرحمه خالد صالح علمني إنه ألا ألا العكس بجد ده هو أه 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 آه 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 آسف خالد صالح آه 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 إحنا نعرف بعض من سن سبعة عطارشن مثلا فهو كان آه 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 يتيم الأب والأم يعني ماته في سن صغيرة فعادنا مره كنا بنكلم وإحنا في أولاء أو تاني يا جامعة أنا وهو أولئين سحب تانين وبنسجل وقتها شرايط للذكرى فهو أحسن واحد فينا تكلم عن الأسرة وهو إزاي ممكن يعمل ولاده وبتاعه فهو الإشاور على النقطة دي وقال بالعكس أنا ممكن يبقى أكتر واحد أنتوا ربنا سعيدكم أنتوا عندكم أهلكم وتولدتوا بيهم وبتاعه واخدينها يعني من غير تفكير إنما أنا هيبقى بالنسبالي بجهود لازم أعمله وأحبه عشان أعمل علاقتي وده هو نجح فيه فعلا أن أعمل علاقته علاقته مع أولاده وطحفة وكل حاجة ربنا فدي كانت فتباغي لأن أنا ما عنديش بنات ولا أولاد أنا ما خلفتش فكان نفسي أعمل حاجة أعود فيها كان نقول الإحساس ده وبنفس الوقت أنا بعمل أخطاء ونفسي إن أنا ما شوفش الأجال الأصغر بتعملها بحب بعض الفعود جدا بس مثلا العازف في المسلسل لأ عشان أنا كان نفسي كل حاجة تبقى منضبطة جدا ففقد الشئ أحيانا يعطيه فعله إيه الأخطاء المتشابهة بين خالد الصوي كشب أو كطفل كان بعملها مع أسرته وبين اللي في المسلسل يعني مامو هي بتتفرج الموقف ده خالد عاما لو هو صغير الأمي بتفتكر بتقول لي الشخصية اللي إنت بتعملها قريبة أول بتفكرني بأبوك الله أرحمه وأنا أبوك الله أرحمه كان من الدرجة دي من المسلسلية فعلا فعلا يعني أنا حتى في خاتم سليمان لما كان ناس بتقول لي أنت أكيد أنت جواك إنسان جميل أوي كده وتقول ما عرفش بس اللي عرفه أنه ده أبويا مش أنا يعني هو اللي أكتر مني ده في ده كمان بالذات المعنى يعني يمكن وحشني جدا وحس إنه هو الأكتر بالنسبة لي المسل الأعلى وكان فعلا قادر إنه يعمل الحاجات اللي إحنا تصعب علينا في التضحيات والإيثار وكده بس إنت قاصد وإنت داخل تقدم شخصية المهندس عبدالله إنه هو يبقى في ملامح من والدك ولا ده تلقائية بالفترة الغاز معاني لأنه هو لو أنت دايما عندك مرجعية فأنا المرجعية بتاعتي في المواقف دي يا أبويا ما شفتش حد بيعمل مواقف اللي فيها تضحية جمدة أو إيثار أو يضحي بفلوس يعني بشار زي دربعة مليون والحاجات اللي ضفعهم وقطعها والورقة بتاع أبويا بيعمل حاجات كده عمره ما مد إيده عليك أو عملك بخشونة رغم أن أنت من بيت محاما تربية من نوع تاني أنا أولاد وأبويا كان صغير جدا لما خلفني هو أمي وتربية أصلا صيدية فدي حاجة بالنسبة لنا إحنا عادي إنه الأولاد لازم يتكسر كده في لحظة عشان أو في سنة تلاتة وستين موليد تلاتة وستين فهم مقدرش أحسر جعلة ده إنه ما مكانش الضرب بمعناه وحش زال النهاردة النهاردة ما مفعلش الضرب بس الزمان كان موجود عادي يعني عايزة أسألك على مشهد توليد الجموسة يعني ده من أكتر المشاهد اللي عامل رواك كتير جدا على السوشيال ميديا والناس متفاعلة معاه وإنته بتغني بتغني لها علشان تولد وكده يحكي ليك أوليس الموضوع ده يعني كان سهل عليك أن تبقى فيه حيوان بهذا الحجم ويكون طايع معاك وتقدر تتفاعل معاه بص أنا بقى لي فترة ما كنتش كده زمان بس بقى لي فترة بسدق أوف وحدة الكون وحدة الكل يعني العصفور مفرش حاجة عن الكلب عن القطة عن الجموسة الإنسان مفرش إنه مصري هندي صيني الإنسان جوهر واحد وإحنا والحيوان على اتصال ببعض وإحنا والحط أحياناً بتفكر ساعات إنه الجماد أحياناً بيبقى روح بتحس إنه بيحاني ليك أو بتحاني لي فيه روح فيه روح في كل حاجة فكان جميل إنه أنا ألعب مع الجموسة شوية بس لكن هو طبعاً شطارة في المشهد ده كله جانب محمد الحناوي يعني هو المؤلف الأبقاري في الحاجة دي يعني إنه بيطلع مشاهد جميلة جداً من أي حاجة الموقف اللي خليك تتغير وتصدق في وحدة الكون وإن كل الحاجات واحدة لا مفيش موقفة في سنين يعني وأنت في الأربعينات غير والتلنتينات غير الخمسينات في الخمسينات بتقدر فكر في حاجات كده يمكن بتبقى أكتر رحابة يعني مش أقولها تبقى آآ مثلا خلقك دايق قوي بقى وبلش خلقك ممكن يفضل خلقك دايق دايق شخصيتك لكن بتبقاش رؤيتك دايق لأنه خلاص بتبقى عرفت حاجات كتير في الدنيا لست عصبي وخلقك دايق ولا؟ لا طبعا دي حاجة في شخصيتي يعني ما بتتغيرش ما هي ما يدريت بتتغير فيها حاجة؟ لا ملا حاجة صعب طيب قل لي إحنا يعني هذا النوع من أنواع الدراما إحنا مفتقدينه بشكل كبير جدا آآ وكلنا بنبقى ملتفين حوالينا الشاشة أول ما بنحس إن في مسلسل بيعبر عننا وعن المشاكل آآ الحياتية وهديك مسلا آآ مثال بسبب عجار إن هو قد إيه الناس التفت حوالي لأنه هو متشعب قوي في العلاقات ما بين الخلات وما بين الإخوات والجيل الصغير والجيل الكبير هل ده ممكن يبقى آآ توجه ويبقى في عندنا عمال كتير من هذا النوع؟ مقدرش يعرف يعني بصراحة اللي عرفه إن أنا بحاول أحط إيدي على حاجة عبقى أنا آآ مصدقها قوي وحسسها قوي وتربطني بالناس بشعبي بمجتمعي آآ ولما بتجيلي الفرصة دي بعملها أحيانا ما بعايز أعمل تجارب آآ يعني مجنونة شوية تبعد عني الإطار ده بس في التلفزيون أنا متأكد لي إنه المحافظة على العلاقات العائلية جوا الدراما هي دي الأهم بتعيش أكتر عمرها أطول لا مش عشبه مش منطلق إنها تكسب بس منطلق إنها تتمكن من قلوب الناس أكتر وتعيش بالتالي طبعا آآ مع تطور التكنولوجيا دايما بتحصل بتحصل حاجات أحدث إحنا دلوقتي عايشين في عصر المنصات الإلكترانية بعض الناس بتشوف إن المنصات يعني قللت من متعة المشاهدة للشاشة وتجميعات الناس قدامها والناس تاني بتشوف إن هو كنوع من التسهيل لتوصيل المعلومات فيش حاجة بيتم اختراعها وتبقى وحشة لو هي بتوفر المزيد من النجاح وبتسهل للمتفرجين سليم للمشاهدة ووسائط جديدة إيه المشكلة انك تفرج على الحاجة على الموبايل لكن دايما بيبقى فيه ناس آآ متعصبة لجيلا وبتبقى خايفة إن الحياة لو جريت أسرع من كده هم يعجزوا فهو بيبقى عايز يرفض إنه بعجز لأنه لو ترقت حاجات كتير قوي حديثة وأنا ما فيمتهاش أبقى أنا عجوز لا إحنا منعجز الشاطرة لو مش عنا عجز إن إحنا نلم بالحاجات الجديدة يعني انت بتكبر في السنة بس بحسك لسة من جواك آآ الشاب خلد الصاوي آآ السائر المتحمس آآ الشغوف بالحياة مش عايرف أنا حاليا فيلم صراحة بقى مئنة مش عايرف يعني الفترة دي شوية يعني مش عايز آآ أقوله على علاتها كده إن هو أنا بالتأكيد كده لا أمعرفش شوية حيبان شوية من العمر كمان عشان أبقرب من عيد ميلادي ولكن كل عيد ميلادي ده بيبقى وله نكد كده وبعدين بيبقى لقيله طريقة إنه ما هتم تسعة وخمسين سنة فبرده مش لازيز أو الرقم بتخاف من التقدم في العمر؟ بخاف من ضياع قدراتي لكن لو حاندي مئة وعبعين سنة وقدرات أحسن من زمانه ونوينات أكيد يعني بتخاف إن إنت تفقد قدرتك الحركة والزاكرة؟ حركة في ميلا ما هتيجي يعني لقدر الله يعني بعد الشرق عنك يعني بس إنت إيه أكبر ما خوفك في الحياة يعني غير الموت أكيد الناس كلها بتخاف لا الموت ونخوفنيش قد العجز والعجز والفشل طبعا دول أعدائي يعني يعني حاجات إنسانية كلها يعني هيجي وقته هتحصل؟ يعني بس طبعا هيحصل بس الطريقة اللي أنت بتستعيد بها لده هي اللي هتفقد معرفش؟ الله أعلم المرض برضو بالحاجات اللي ربنا يعني يمد عننا كلنا الحاجات ده معنى أن أنت هتقرر في حضرة أن أنت تتقرر؟ ثلاث مثلا أو ده أكثر ما فيهم كلهم يا طبعا مثلا يا ربنا يشتر إن شاء الله ما يبقاش في حاجة من الحاجات دي ويبعد عننا الفشل وكل حاجات الوحشة يوديك الصحة والعمر وتفضل تمتعنا دايما كده على الشاشة يعني ربنا خليك وآآ دائما يكون يوم السامع في تقدم وتركي شكرا جدا شكرا جزيلا متابعينا في كل مكان ده كان نجمينا خالد الصوي وزي ما شفته بيتكلم كل عفوية كل تلقائية وواضح وصريح في كل حاجة إن شاء الله ربنا يعبد عنه كل الشرور وكل مخاوفه اللي هو الآن منها ويفضل دايما فيه ألق ونجاح شكرا جزيلا